حكاية بقى روي بيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طيب روي بيتوريا طلب من اتحاد الكورة انه هم يحسبوا موقفه انا مكمل معاكو ولا مش مكمل عشان انا مسافر لبرتغال خلال 48 ساعة عشان الاجازة بتاعتي طيب اتحاد الكورة موقفه ايه؟ اتحاد الكورة اغلبية اعضاء اتحاد الكورة مؤيدين جدا فكرة رحيل روي بيتوريا بس المشكلة اللي حضراتكم عارفينها هي مشكلة كبيرة جدا شرط جزائي شرط الجزائي 3 شهور هو بياخهم 240 الف دولار هو جهاز المعاون في الشهر يعني الشهر الشرط الجزائي اللي هو مفهود ياخدهم في ايده عشان نقول له باي باي المفهود ياخد 720 الف دولار الرقم ده مش موجود في اتحاد الكورة عشان بقى بس بجيب لك من الاخر هو بنعم عليه الخيار التاني ان روي بيتوريا يكمل واحد هيطلع يقول لي دلوقتي ما يكمل اقول لك ما بقى اش ينفع ليه بقى ما بقى اش ينفع عشان انت فقدت السقة تماما تماما فيه اتصور انه اللاعبين كمان ممكن يكونوا فقدوا السقة تماما فيه هل روي بيتوريا عشان بس نرجع للاصل هل روي بيتوريا مدرب كبير ولا لا روي بيتوريا مدرب كبير مش هنغير الكلام مدرب كبير لكنه اخفق اخفاق كبير جدا في كأس الروم والافريقية لكن في الاصل بس عشان نبقى الكلام واضح في الاصل هو مدرب كويس هو هلقة اهو مدرب كويس عنده سي بي محترم هلقة عنده سي بي محترم بس اخفق طيب هل احنا عندنا القدرة كجماهير وكاتحاد وكمنظومة كورة في مصر نستطيع ان نتحمل هذا الاخفاق زي ما بيحصل في بلاد تانية بالمناثرة يعني دي شامب اول اول ما مسك منتخب فرنسا عمل اخفاق كبير في اليورو واليورو اللي بعده خسره في ملعبه على ملعبه يعني في فرنسا وبعاك اخد كاس عالم طبعا هل احنا نتحمل ده طيب بلاش هل احنا نستطيع ان نتحمل اخفاق اخر لا قدر الله عدم السعود لكاس العالم بالنظام الجديد السهلي ده احنا بقول لك هي قصة مش تقييم فني ولا تقييم احترافي ولا غيره احنا بس كلنا هنبقى فانجدين السكة طول الوقت فبدري بدري 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 هجيب لك من الاخر مجلس دارة اتحاد الكرة سواء هم مكملين اصلا مجلس دارة اتحاد الكرة ولا هتكمل مع فيتوريا اطلع قول بشكل واضح في بيان رسمي احنا ماضين مع فيتوريا اربع سنين مشروع وكده كده مكمل احنا بقى نقول لك والاخفاق اللي عامله قول لي ملكش دعو يا سيدي تبو حرام عليك ده احنا دمينا بيتحرق قول لي لا ما تقلقش هيوصلنا كاس العالم فترها هتحمل المسؤولية هنا كالتحاد كرة ان الراجل لازم يوصلنا كاس العالم خلاص ما انت هتعانينا كلها احنا كلنا مش عايزين خلاص تاني مش عايزين عشان الراجل اخفاق كبير بشكل واضح ومعندي ناس ثقة انه يقدر يوصلنا كاس العالم بالنظام السهل ده لو انت بقى كاتحاد تبقى عندك قوة وارادة تقول لي والله لا 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 راجل ده مكمل وهنوصل مع كاس العالم حال بقى اتحاد الكرة اللي عندنا يقدر يعمل كده اكيد لا هو غالبا اتحاد الكرة اللي عندنا لا هيعرف يمشي ولا هيعرف شين مسؤوليته انه يدمن لنا انه يقدر ويستطيع انه نوصل مع الكاس العالم خلوها بظروفة ده الجديد على فكرة مش هده تقول لي طب ايه الجديد هو ده الجديد هم مش عارفين يعملوا ايه امكن لك من الاخر فيش فلوس في الاتحاد مش هده يدفع سوائة وعشرين الف دلار اه عايزين نمشيه بس مش عارفين نمشيه طب هنصير لها ازاي نشوف الايام اللي جاي هتقول لي موسوك